رجعنا لحضراتكم ومعانا حلقتنا اللي هي عتكون جزء إن شاء الله من سلسلة حلقات بنتكلم فيها إزاي نحفظ ونحمي أولادنا من مسائل توحش وسائل التواصل الاجتماعي واللي احنا في الحقيقة ما بننكرش إن فيه فائدة وفيه نفع كتير جدا جدا الناس بتستثمروا بسأل لما نشوف الشكوى بهذه الطريقة لكون لابد نحنا نقف نقف وقفة جدة وعشان كده قلنا شوية إجراءات بنذكر فيها بنذكر بيها دلوقتي إن احنا محتاجين يكون عندنا عادات أسرية خاصة ولا بأس إن تكون العادات الأسرية دي مختلفة من بيت لبيت نحافظ بيها على حضرنا ووجودنا مع بعض ففيه بيت يعودوا مع بعض يقرؤوا قرآن بيت يصلوا مع بعض صلاة من الصلاة الخامسة يتجمعوا على وجبة من الوجبات مع بعض بس بشرط إن طليفوناتنا تكون في مكان بعيد مع الوقت الناس مع الوقت البيت كله هيحس إنه هو يعني ليس بالتليفون يحيى الإنسان ومن العادات كمان ممكن كمان نعمل حاجة كمان الإجراء التاني إنه يبقى من العادات اللي محتاجين نتعاود عليها إحنا وأولادنا كمان لما يكون حد من حبيبنا محتاج للدعم نتواجد معه تواجد حقيقي فيزيكا يعني ومنكتفيش بإنه إحنا نبعات الرسائل على السوشيال ميديا تالت إجراء كلمنا فيه وقلنا إنه ده هو إجراء مهم جدا إنه إحنا محتاجين نرجع تاني للزيارات العائلية ونحاول ما نكونش دايما مشغولين بالتليفون لما تكون الزيارات دي ونبقى نتعامل مع التليفون على قد ما نحتاجه وصلنا تخيل وصلنا على طول مباشرة وصلنا سؤال على صفحة بنامج من حساب أم حياتي بيقول لي طب ونعمل إيه في الخيالة الإلكترونية وخاصة إن جوزها شايف إن الكلام مع الستات والتواصل معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ده شيء عادي ده شيء ما فيهوش مشكلة الحقيقة إن سهولة التواصل خلت الناس أقول لكم حاجة تستصغر المعصية تاني إن سهولة التواصل خلت الناس تستصغر المعصية يعني هو بيتكلم وبيحب وبيعمل الكلام ده يا سيدي فيه معيار بسيط قوي الإثم ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع علي الناس تحب بإيه رأيك اللي أنت بتعمله ده في الدرة إيه رأيك نعرضه عن الناس كلها يقول ليه كده الفضايح إذن أنت بتعمل حاجة تتفضح بيها حاجة من العورات حاجة من الإثم حاجة من الحرام فاتق الله لا دي مش حاجة عادية يا سيدي طب أهلها أهل اللي أنت بتتواصل معاه أو أهلك أو ناسك أو الناس اللي حواليك اللي أنت بتظهر بالمظهر ده لو أني ده عرض عليها يبقى شيء كويس يا خلال نتقل الله سبحانه وتعالى طب إزاي بقى تتعامل أنت مع الخيانة الإلكترونية لازم تفهمي إن دوت مش شيء عادي ده حرام حرام ليه؟ لأن بالمسألة إن العيشة كلنا فيمساكم بمعروف لازم ده مش معروف ده مش معروف ده مش معروف خالص لا أخلاق ولا القيم تسمح به تسمح بأن الناس يتكلموا كلام مع نساء متزوجات أو النساء أو هم متزوجوا وما بيرعيش خاطر زوجته كل الكلام ده حرام كل الكلام ده حرام عايزين نتقل الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بهذا الإثم وعشان كده نتقل الله سبحانه وتعالى فيه شكرا